وبينما علاقات تركيا متوترة مع الجميع يبدو أن هناك محورا هادئا محور تركيا إيران إيران المعزولة دوليا والتي لديها أيضا مشاكلها العديد مع كثيرين فاجتماع اليوم بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظيره التركي مولود تشاوش أغلو في إسطنبول الزيارة الأولى لأي مسؤولة فيها إلى تركيا منذ انتشار وبع كورونا ذلك يؤشر ربما على متانة العلاقة ماذا عن تشاوش أغلو؟ قال إن تركيا تعارض العقوبات الأمريكية التي قال إنها أحدية على إيران التصريح الحرفي كان استقرار إيران وسلامها مهمان بنسبة لنا نحن نعارض العقوبات من جانب واحد كما قال فالوزيران إذن تحدثا عن تعاون مستمر حول سوريا وقمة افتراضية قريبا عبر مصاري أستنى تحدثا حتى عن اتفاقية لاستراد الغاز الإيراني وفي المؤتمر الصحفي ذاته اختنم تشاوش أغلو الفرصة ليؤكد أنه لا توجد خلافات فنية مع روسيا فيما يتعلق بالصراع بين ليبيا وأن البلدين سيواصلان السعي المشترك لتوصل إلى وقف دائم لإطلاق ناري هناك ترجمة نانسي قنقر